تحل اليوم الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة ذلك المشروع القومي الضخم الذي يعد دليلا على وحدة المصريين وتماسكهم وقدرتهم على صناعة مستقبلهم كما تعد قناة السويس الجديدة أحد أهم المشروعات الاقتصادية التي ستظل شاهدة على تحقيق الإرادة المصرية حيث تم تتشينها خلال عام واحد فقط وهو إنجاز حقيقي يؤكد قوة تلك الإرادة المصرية قناة السويس شوريان الحياة بين قرات العالم ليست مجرد ممر مائي فقط بقدر ما هي تاريخ ومستقبل مصر فعملية حفر الممر المائي لقناة السويس منذ البدء فيها قبل أكثر من 160 عاما كان ولا يزال دليلا على وحدة المصريين وتماسكهم وقدرتهم على صناعة مستقبلهم واليوم وبعد مرور ست سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة كأهم المشاريع الاقتصادية يفخر المصريون مجددا بما صنعته سواعدهم ليبقى الممر الجديد شاهدا على تحقيق الإرادة إلى جانب أهمياته الاقتصادية والاستراتيجية وكعادتها حققت مصر معجزة هندسية بحفر المجرى الملاحي الجديد في عام واحد شملت أعمال الحفر زيادة القدرة التصريفية وتحقيق العبور المباشر لـ 45 سفينة في الاتجاهين مع تقليل زمن العبور فضلا عن تحقيق الأمان الملاحي لوجود قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أي حادث طارئ بلغت كمية أعمال الحفر الجاف 258 مليون متر مربع بتكلفة تقديرية وصلت 4 مليارات جنيه بينما بلغ إجمالي التكريك 242 مليون متر مكعب بتكلفة تقديرية 15 مليار جنيه في ذكر افتتاحها يبقى افتتاح قناة السويس الجديدة دليلا على أن إرادة مصر دائما يكتبها شعب قادر على تخط الصعاب بل ويؤكد قدرته على الانتصار في معركة التنمية والبناء من أجل مستقبل أفضل وتأمين حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر